المطبخ تونسي ماما ألفا مرحبا بكم نحن بيزا عربي بسريعة على الخر أول شيء ماء دافي سخون ماء دافي ماء دافي فنضع عربي وإنها السكر السكر سوف نحب تسرع في العملية التخمير ونضع أغرط أي نوع أغرط نضع أغرط نضعها نجدها بردة حتى نضيف ماء سخون هنا لديه ماء سخون نضيف ماء سخون نحرك و نمس إذا الحرارة دافية نضع على الحرارة لا تحرق الصباح و يقبلها البدن نضع غرفة كبيرة خميرة فورية نجعله يتفاعل خمسة وعشرة دقائق ثم نضع الفرينة والزيت والملح نضع العربي ثم نضع ثم نضع ثم نضع ثم نضع ثم نضع ثوم صغيرة وعندي صبصال صغير قصها بش نرحيها راني بعد بشي خليها تروف سي نوع من ما تكلهليش وبحط لها ملح وفلفل احمر والهريسة عربي والزيت بالطبيعة عندي شوية فلفل احمر مهروش وملح وفلفل الزينة ولا بابريكا ونضع في القاس بعد مطيب نرحيها طابط ماء جملة طابط ماء والبصل ليس طيب بشي لنقوم بشي خليها نأتي للعجينة اتكشك اتكشت اتكشت ونضع كعب اتكشت 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 نجد الطبق و إضافة الكور و أضفة بطيت ويسنت و اضفل القرصة و اضفتها بطيت ويسنت اضفت الماء و المرشاه نضيف الزيت الزيت ونضيف نضيف عجينة نضيف عجينة ونضيف 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 الزيت نضيف اضيف 10-15 دقيقة ونضيف ونضيف الزيت اضيف ضربة ونضيف ونضيف في المرحلة تنجمون وضعونها في السوسة كهو وضعونها جبن ونضعونها جبن من طوى حتى نحبه طائف والبيتزا العربي لا يوجد جبن يضعون كهو يضعون جبن العربي في الأخر جزت حتى يبدأ كبير نضع الفور على أعلى درجة حتى نضع 15-20 دقيقة ونخرج الفرن قمت بتقريب 25 دقيقة وعندي حكة طن عصرت مليح من الماء والزيت وفتفتها فوقها قمت بتزاريلا قمت بتزاريلا وزيتون قمت بتزاريلا قمت بتزاريلا ونضع ترانش ونضع ترانش ونقصها كما تحبون كبير يسميها البيتزا بوكيلو قمت بتزاريلا قمت بتزاريلا هل هذا تحبك لنا تبعوا الحصول قمت بتزاريلا حتى نضع قمت بتزاريلا وفوق ترانش ترانش قمت بتزاريلا وضع إلى قمت بتزاريلا طيب البيتزا وادخينط بسم الله بسم الله أعجبك بيدي بنينا نعم أعجبك العظام معها هذه وصفتنا كانت لليوم سأجابها و سأجبكم فيها كأخرى وصفة أخرى وبسليما سليما اشتركوا في القناة كنت مى تكلمين شكرا فشكرا جميعون صديقوا شكرا ما حسنا من هنا اشتركوا في القناة